شهدت معظم الولايات الشرقية للبلاد تساقطاً كبيراً للأمطار ما أدى إلى حدود تشققات على مستوى المباني والعمارات بالإضافة إلى انهيار العديد من الجسور على غرار الجسر المؤدي إلى مدينة برجميرة الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لولاية بيجاية كل عملية متواصلة إلى حد الآن سخرنا إمكانيات من وحدات الحماية المدنية الوحدة الرئيسية أنه قد تسلق الولايات بيجاية السيول الجارفة التي شهدتها ولاية بيجاية دفعت بالسلطات المحلية للتحرك وتجنيد كل الفاعلين بهدف إنقاذ المواطنين العالقين في مساكنهم وكذا التخلص من النفايات المتواجدة في المجاري والوديان جميع الوحدة الرئيسية لتسلق الوحدة الرئيسية لتسلق الوحدة الرئيسية لتبقى مخططات النجدة من بين الضروريات التي يجب على السلطات المعنية أن تديها اهتماما كبيرا لتوخي الحيطة والحذر وتفادي حدود مثل هذه الكوارث مستقبلا